من الكواليس كمان ان محمد الشيناوي كان قاعد على الفطار النهاردة قبل السفر مع مجموعة من اللعيبة منهم ياسر إبراهيم وقفشة وعلي جبر وحمد فتح وكان واضح عليه التركيز الكبير في الكلام مع اللعيبة وكان فيه نقطة مهمة بتكلمه فيها وهي أول وقت من المباراة اللي سوف تتكلم معها لكم فيه إزاي اللعيبة تكون مركزة ده الشيناوي كان بيقول اللعيبة النهاردة وتحافظ على الهدوء علشان يفضل مرمى الفريق في أمان خصوصا مع توقعات النسنغال هتبدأ تياجب من أول لقطة في الماتش طبعا من قبل الماتش طبعا